بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابنا وطالبات مجددا في شروحات مقرر السكرتارية والإدارة المكتبية اليوم بإذن الله نصل وإياكم إلى الدرس الأخير في هذا المقرر بعد أن تحدثنا عن جميع المفردات حول السكرتير ومهاراته نأتي إلى آخر درس يتحدث عن عوامل تميز السكرتير إذن سنتحدث كيف يتميز السكرتير في عمله ولكن أيضا كما تعودنا قبل أن نبدأ في هذا الدرس نعيد ونستذكر الدرس السابق ونربطه بإذن الله في درس اليوم ذكرنا الشخصيات الصعبة ذكرنا هذه الشخصيات تظل عليها أفعال أو سلوكيات يصعب تقبلها وخصوصا إذا تكرت أكثر مرة يتسم أصحابه هذه الشخصيات الصعبة بعدم قدرتهم على التحكم بانفعالاتهم أو سلوكياتهم أو ردود أفعالهم ذكرنا قد يكون عملاء قد يكون رؤساء قد يكون زملاء وكل واحد تستطيع التعامل معه بناء على هذا الأمر ذكرنا مع من يتعامل السكرتير ذكرنا السكرتير يتعامل مع الماطبخ تلفة من الرؤساء لدينا الرئيس التقليدي لدينا الرئيس الداعم لدينا الرئيس الفوضوي وأخيرا ذكرنا المحب للسيطرة كل شخصية من هذه الشخصيات لا بد أن نعرف كيف نتعامل معهم بعد ذلك تحدثنا عن الشخصيات الصعبة بشكل عام هناك بعض الأشخاص أيضا يسعون للسيطرة أو يكون لديه الغيرة العالية التي تكون غير حميدة وأيضا هناك الأشخاص سريعين الإنفعال بعد ذلك تحدثنا عن الشخصيات الصعبة من العملاء ذكرنا العميل مختلف بالتعامل معه مقارنة بغيره من سواء زميل أو مدير العميل دائما على حق ودائما نحاول نكسبه لأنه هو مفتاح النجاح للمنظمة وبالتالي استمراره هو استمرار للمنظمة لا بد أن نشعره بأهميته وأيضا نعطيه حقه من الاهتمام والرعاية اليوم بإذن الله سنتحدث عن عوامل تميز السكرتير في العمل لدينا هدفين في هذا الدرس أولا توضيح أساليب الأداء المتميز السكرتير بعد ذلك نصنف العوامل التي تميز السكرتير لدينا التميز ولدينا مصطلح الأداء لو نظرنا إلى المنظمات دائما ما تسعى إلى من هل تبحث عن أشخاص المنفعلين أشخاص الذين ليس لديهم أي درجة في التميز؟ بالتأكيد لا المنظمات في الوقت الحالي تبحث عن أشخاص متفوقين سواء في القدرة الشخصية أو في المهارة بشكل عام حيث لا يتوقف الأمر عند من يؤدي المهام المطلوبة منه فقط من يؤدي المهام قد يؤديها أي شخص ولكن نبحث عن أشخاص يقدمون آداء يفوق التوقعات دائما ما يتوقع ذكرنا صاحب العمل منك الابتكار والتميز في العمل إذن لا يتوقع منك أن تؤدي العمل فقط هو يبحث عن موظف يؤدي العمل بطرق ابتكارية وابداعية من شأنها تقلل التكاليف من شأنها تحافظ على العملاء تجعل هناك تميز لمنظمة عن غيرها وبالتالي دائما ما نحاول نبحث عن التميز مثلا نظرنا إلى الدراسة قد يكون الأغلب قد يستطيع النجاح ولكن هناك الطلاب لا يرضون إلا بالدرجات العالية كذلك المنظمات دائما يحاولون أن يكونوا في المراتب سواء العليا في خدمة المجتمع أو في الأرباح أو في الابتكار والابداع وبالتالي لا بد أن يكون هذا أسلوب حياة بالنسبة لنا هو البحث عن التفوق في جميع المجالات في الدراسة في العمل في الحياة الخاصة نأتي للسكرتير كيف ننظر للتميز في أداء السكرتير لتحقيق التميز لا بد للسكرتير قبل البدء بالعمل ومن أول يوم أن يعقد لقاء مع الرئيس المباشر ما الهدف من هذا الأمر؟ لماذا أن أعقد لقاء مع الرئيس؟ نحن ذكرنا سابقا السكرتير دائما ما يعمل مع رئيس يكون يعمل معه يساعده نحن ذكرنا أن السكرتير هو الذراع الأيمن للمدير أو للموظفين يعملون في السكرتارية التنفيذية وبالتالي لا بد أن يعقد هذا اللقاء لكي يتعرف على من يعمل معه وذكرنا سابقا من أسباب النجاح هو بالتأكيد أن تعرف أو التكيف أن تعرف البيئة التي تعمل معها وكذلك العملاء وكذلك الموظفين والقادة والمدراء الذين تعمل معه هذا اللقاء مع الرئيس للتعرف عليه شخصيا أولا من هو؟ ما هي صفاته؟ ما هي قدراته؟ وأيضا تكتشف طريقة التعامل والعمل التي يفضلها كل رئيس أو كل مدير له أسلوبه في العمل قد يفضل شيء ويكره شيء ويحبذ شيء وبالتالي لا بد أن يكون لدينا تصور عن ماذا يفضل لأنك تعمل كمساعد له وبالتالي لا بد أن تفهم شخصية وطبيعتها أولا لكي تعرف تفضيلات المدير المباشر أيضا تفهم توزيع وقت العمل الاتفاق على ذلك قد يفضل أن تعرض عليه جدول الأعمال في الصباح الباكر أول مثلا ساعة في العمل قد يفضل أن تعمل أو تقدم الأوراق أو تقدم المستردات بطريقة معينة باتصال معين كيف تحول المكالمات له إذا كل رئيس أو كل مدير له تفضيلات وبالتالي بحكم أنك تعمل مع هذا المدير لا بد أن تفهم تفضيلاته التعرف على أولويات المدير المباشر سواء بالمواضيع أم أليات العمل مثلا قد تكون أولياته الجوانب الشكلية للمعاملات أو يكون مهتما بالجوانب الإنسانية إذن كل مدير له قد يغلب العاطفة قد يغلب العلاقات الإنسانية قد يغلب العمل وبالتالي لابد أن تفهم طبيعتها الشخصية وماذا تفضل وما هي طريقة في العمل قد يكون الأولوية له مثلا في أمر معين على حساب الأمر الآخر وكلها في صالح العمل ولكن هي ترتيبات وأولويات يرى أنها مهمة هذا الرئيس وبالتالي لكي تستمر معه وتعمل معه بشكل إيجابي لابد أن تفهم أولوياته ما هي أيضا إدراك طبيعة عمل مديرك المباشر ومعرفته هل هو عمل ميداني إذن لابد أن تعرف طبيعة أو مسؤوليات مديرك لكي تساعده لابد أن تعرف ما هي طبيعة عمله هل هو ميداني بحيث تكون له زيارات ميدانية دائما ما يتنقل بين الأماكن أم هو شخص يخطط للمنظمة فقط قائم بالتخطيط قد تعمل مع مدير فني قد تعمل مع مدير مثلا إداري قد تعمل مع مدير مثلا مشرف يزور الأماكن ويزور المواقع وهل عمله يسير أم معقد كل ذلك سيساعدك في فهم طبيعة العمل وبالتالي تستطيع أن تنجز عملك أيضا تصنيف مع من يتعامل المدير معهم المدير يتعامل مع شخصيات متعددة هل هم أفراد مستفيدون من خارج المنظمة؟ هل هذا المدير له علاقات ويتعامل مع الجمهور مباشرة؟ أم أن إدارته فقط للموظفين لا يتعامل معه سوى الموظفين والمنظمة قد يكونوا زملاء العمل قد يكونوا مثلا من جهات أخرى أو قد يكونوا عملاء هناك مثلا قد يكون مديرك هو له علاقة مباشرة مع العملاء اتصال مع العملاء بشكل دائم وبالتالي يختلف حينما يكون مديرك يتعامل فقط مع الموظفين في المنظمة ليس لديه تواصل خارجي سواء مع العملاء أو حتى الجهات الأخرى هو فقط مدير على الموظفين ويتعامل مع الموظفين فقط إذن بالتأكيد لابد أن تفهم هذه العلاقة ومع من يتعامل المدير أيضا إذا كان هناك منظمات لابد أن تتعرف على هذه المنظمات سواء حكومية أو غير حكومية ويتطلب عمل المدير التعامل معه لأنه قد تقوم بترتيب اجتماعات مع هذه المنظمات الحكومية وغيرها وبالتالي قد يطلب منك التواصل مع الجهات الأخرى لكي ترتب مواعيد له وبالتالي لابد أيضا أن تفهم طبيعة العلاقة معهم سواء هناك اجتماعات ولقاءات قد تعقد معها وهذه الاجتماعات ولقاءات لها وقت محدد لا مجال للأخطاء لا مجال للتأجيل أو قد يكون هذه المراسلات كتابية معهم أيضا حينما تفهم طبيعة العلاقة هالمدير له تواصل مع الجهات الخارجية إذن تعرف كيف تقوم بإرسالة الرسائل الخارجية كيف ترتبها بشكلها أو كيف تقوم بسرد المعلومات ما هي المعلومات المحظورة ما هي المعلومات التي بالإمكان تبادلها هل هناك زيارات قد ترتب زيارات واجتماعات لهم تستقبلهم وبالتالي لابد أن تفهم كما ذكرنا طبيعة العلاقات ما بين مديرك وطبيعة عمله مع الموظفين أو جهات خارجية أيضا التواصل مع المدير ومعرفة آلية إعداد المراسلات قد يفضل هذا المدير أن تسلمه بشكل ورقي أم إلكتروني من حيث التفضيلات سواء بالصياغة قد يفضل عبارة ترحبية معينة البعض يفضل عبارة معينة وبالتالي يطلب من سكرتيري أن يكتبها في جميع خطاباته تفضيلاته أيضا بصياغة التوقيع هل تكتب اسمها أو بلقب معين أو مثلا تضع إيميل أو رقم جوال معين إذن كل ذلك لابد أن تعرفه من مديرك لكي لا تكتب معلومات لا يرغب المدير بذكرها أيضا قد يفضل المدير أن تذكر التقرير بعدة عبارات أو بعدة طرق لابد أن تقوم بكتابتها وخصوصا إذا كان عملك مثلا خاص بمكتب المدير فقط الاتفاق مع المدير على آلية إنهاء اللقاءات معه التي قد تطول هناك كما ذكرنا قد يكون لك اجتماع ما بين المدير ومجموعات أخرى أو عملة إذن لابد أن تعرف ما هي الطريقة المناسبة للمدير لكي أكثر هذا الاجتماع أو أنهيه في حال أنه طال عن وقته ولدى المدير التزامات ومواعيد مهمة قد تكون وبالتالي لابد أن تعرف الطريقة المناسبة للمدير كذلك قد يأتيك عملاء بدون مواعيد كيف تنظر للمدير وما هي طريقته المفضلة في العملاء الذين يأتون دون موعد أو دون موعد مسجل يفترض بالسكرتير حذف كلمة أو جملة لا أعرف لا أعرف عبارة تدل على عدم الاحترافية لا بد أن يكون السكرتير قادر على التعلم لحنا ذكرنا لا يمكن للشخص أن يعرف كل شيء ولكن من خلال المعرفة من خلال التعلم الذاتي وذكرنا أن مصيفات السكرتير الناجح هو التعلم الذاتي التطوير المستمر ذكرنا في الدرس السابقين هناك التطوير المستمر كيف يأتي؟ من خلال التطوير الذاتي قد يشاهد برامج قد يحظر دورات تدريبية أو قد يلتحق بشهادات أكاديمية كل ذلك لابد أن يتعلم السكرتير والآن التقنية سهلت الكثير على السكرتير أو غيره من حيث المعرفة والعلم إذن ملخص حديثنا اليوم تحدثنا فيه عن التميز في أداء السكرتير ذكرنا المنظمات تبحث عن المتفوقين في قدراتهم الشخصية والمهارية بشكل عام ذكرنا أن التميز لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنه يكون سلوك في الحياة من أول يوم ذكرنا يعقد الرئيس أو السكرتير مع الرئيس المباشر للتعرف عليه شخصيا لماذا يتعرف عليه؟ ذكرنا ليعرف تفضيلاته ما الذي يفضل ما هي الأمور التي يجعل لها أولوية مثلا كما ذكرنا سابقا قد يكون المدير يفضل مثلا أن يتم إعطاءه جدول اليوم مثلا في الصباح الباكر أو مثلا ما بعد أو الاجتماعات تكون ما بعد منتصف العمل أو في الساعات الأخيرة إذن كل مدير له طريقة في العمل أيضا عملية استقبال الأوراق كيف يستقبل الأوراق؟ كيف يقوم مثلا بمراجع التقارير؟ هل يفضلها مطبوعة ويدون ملاحظات؟ أم ترسل له عبر التقنية ويقوم بتدوينها؟ كل ذلك ذكرنا من التفضيلات أيضا ذكرنا التعامل الذي يفضله مع الآخرين قد يكون لدى المدير تعامل مع الموظفين فقط في المنظمة فمثلا قد يكون مدير إدارة الموارد البشرية وبالتالي ليس له علاقة قد يكون بالأشخاص خارج المنظمة فبالتالي تعامل مع الموظفين داخل المنظمة أو قد يكون مدير للمبيعات وبالتالي قد يكون مسؤول عن العملاء والتواصل مع الجماهير أو خدمة العملاء وبالتالي إذن تعامل يختلف إذا فهمتها طبيعة العمل المدير أستطيع مساعدته وذكرنا سابقا أن السكرتير هو مساعد أو الذراع الأيمن للمدير إذن التمييز في أداء السكرتير هو أن تعرف أولا طبيعة كما ذكرنا شخصية المدير وطبيعته وتفضيلاته في العمل لكي يساعدك على النجاح ذكرنا أيضا دائما وأبدا نبحث عن التمييز في جميع مجالات الحياة في الدراسة في العمل ولا يمكن للشخص أن يتميز بيوم وليلة لا بد أن يكون هي عبارة عن تراكمات من السنوات من الخبرة فالمتفوقين في قدراتهم ومهاراتهم تفوقوا من خلال الممارسة من خلال الخبرة من خلال العمل بشكل كبير وأيضا بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر لا بد أن نحن كطلاب نمارس هذا الأمر نكتسب المهارات من خلال الأنشطة اللاصفية من خلال مشاركة في النشاط المدرسي من خلال مشاركة في التطوع والآن لدينا أيضا ساعات في التطوع أبدا أن نوظفها في تطوير مهاراتنا نعمل مع الإدارة المدرسية مع النشاط مع الخدمة المجتمعية مع التطوع في مواسم المتاحة لنا بالتأكيد في الحي مع الأسرة في الأنشطة العامة كل ذلك سينعكس على شخصيتك سينعكس على مهاراتك وذكرنا أن الشخصية والمهارات لن تكون بيوم وليلة تتغير وهي تراكمات من السنوات من الخبرة من العمل بعد ذلك تكونت هذه الشخصية أيضا مهارات الاتصال تنمى بنفس الطريقة إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر